ازايكم عاملين ايه يا رعبكم بخير هنتكلم على نصيح مهمة كتير تخص شهر ابريل لعام 2022 لبرج الجزي برج الجزي احنا بالفعل عندنا نصيح عديدة جدا جدا لكن برج الجزي خلينا ان احنا نتكلم على اول حاجة تعتبر خاصة بالنصيح وهي العصبية والاندفاع الخاص بيك عندك عصبية واندفاع ممكن يوقعك في خلافات ومشاكسات كتير مش لطيفة ان تأثير الشمس في برج الحمل المنزل الرابع بالنسبة لك منزل الاستقرار وهو انك انت عايز الحاجة بتتم على اكمل وجهة عايز ان يبقى عارف الحاجة تبقى دقيقة جدا جدا وده في نفس الوقت اللي بيخليك انك تكون اقصر اندفاع يعني افوتها شوية ما بلاش الدقة في التعامل دي لان الدقة في التعامل احيانا في اوقات معينة بتكون مش لطيفة او في مواقف معينة خاصة فيه الامور الخاصة بالتعامل مع الاهل التعامل مع الحبيب خاصة ان انت هتقابل ده بقى اكتر في التعامل المهني اول عشر ايام يعني اول عشر ايام فيه مشروع فيه امر مهني انت عايز ان هو يطلع ما فيهوش غلطة فبتحاول جدا ان انت تكتهد اكثر بتركز اكتر وكل ده بيأكل من مجهود ومن تفكير وعقلية وصحة لان هيكون فيه عندك فيه النوم متقطع جدا فيه ارهاب بتكون موجودة عندك فده بيأثر كتير فاذا الضقة المتزايدة وفكرة اللي انت عايز تصل الى الحاجة اللي هي ايه ما يبقاش فيه حد يقدر يعقب عليها جدا في سواء في الامر المهني بس امر المهني بالاخص يعني فده هيعرضك لي ان انت تعمل مشاكل مع الاخرين مع زميلة مثلا في العمل هيبقى فيه عصبية فيه امور جدلية فيه بعض الاختلافات والخلفات اللي هتكون متوجدة فاذا لازم اكون واخد بالي من اني انا ما بقاش انا عايز طب اكون ضقيق في كتير من اموري او عايز احقق الاستقرار على اكمل وجه وبصورة كتير صحيحة فعليا اني انا اكون برضو اكثر ميرونة في التعامل يعني ما بقاش جدلي او عصبي اخليني رويح يعني اخليني كده لذيذ كده يعني اصل برج الجدي من النوع اللي هو الشغل شغل والضحك ضحك النص نص دي انش قد كده فحاولوا كتير ان انت تكونوا نص نص برج الجدي ده بجد جدا والله انا على فكرة انا بتكلم بشكل يعني حقيق جدا بس بحاول اللي هو عارفين الطريقة بتاعتش بتكون هاجية كده المهم النقطة التانية بتكون مهمة قوي قوي وهي انك لازم تفكر كويس قوي قبل الحديث بتاعك قبل الكلام يعني قبل ما تتكلم في موضوع قبل ما تنتقد على الاخرين او تعقب على امر ما فكر كويس قوي هل صح مش صح هل ينفع اقول ما ينفعش اقول انكس في صيغة الكلام بتاعتك خاصة مع مديرينك في العمل خاصة اول عشر ايام برد خاصة اول عشر ايام خلي بالك كتير من صيغة الامر المالي بمعنى ان هيكون كلامك على مناقشات مالية مناقشات ليها علاقة ب دفع حاجة تعاملات مالية تعاملات مصرفية تعاملات ضربية في الكلام ده كتير فحاولوا كتير ان انتو تبقوا اخدين بالكم من الحديث بتاعكم على التعاملات المالية انك ممكن تتكلم كلام تشايل نفسك عبء مالي تشايل نفسك حاجة او ان انت اللي قدامك يؤكلك بالكلام فياخد منك حاجة زيادة خلي بالكم كتير من الكلام على او التعامل على البيع والشراء والامور العقرية الناس اللي بتتعامل او شغلها في حاجة متعلقة بيء الحديث على بيع شراء عقرات حاجة مالية حاجة خاصة باستثمار يبوي يخلي بالهم اكتر في كلامهم ده بجد برضو طيب النقطة كمان المهمة جدا وهي هتقابل اشخاص مستفزين يا برج الجدي يعني لازم تكون حذر جدا من الاشخاص المستفزة خلي بالك كتير من الاشخاص اللي هم بصوا حارفين الاشخاص اللي هم مش مستفزين بمعنى الكلمة كمان عارف الاشخاص اللي هم بيبقوا شايفين ان انت عندك اكتر منهم شايفين ان انت احسن منهم حسودين ممكن نقولها كده بس في نفس الوقت يا برج الجدي ان انت عندك الاشخاص دي هيبقوا بيبقى اللي مش عارف انه هو يعني يضيقك ازاي فيبدأ انه هو يضيقك بالطريقة بالكلام بي ان هو يتعال عليك ان هو يتكبر عليك عندك ده طيب إيه الحل معاهم الحل إن أبعد عنهم وتتجه لهم أكتر فالحل إن أنت تبعد عنهم وتتجه لهم خاصة إن أنت هتبقى بتسعى كثير لاستقرار حاجة سواء زواجة سواء خطوبة سواء قربة من شخص سواء مشروع إن أنت تكتمل فيه أو تكمله فيكون فيه أشخاص بيعرضوك أو إنه هم عارف فكرة لما أنت تعمل حاجة كبيرة أو داخل على مشروع مش حلو مش عاجبني العلاقة دي الشخص مش كويس هيوريك الويل هيبقى مش حلو خالص هيعرف عليك 2 و 3 و 4 و 10 فيه ناس كده فيه ناس مرضى نفسيين أوي على فكرة فإنت يا برج الجدي حاوله كتير تبعده عن الناس دي تبعده عن كلامه ليه؟ لأن الكلام ده بيأثر فيك الكلام ده مش عشان خلافاته ومشاكله اللازم إنه وإن إحنا نوع في أمور جدلية ومش كده أنا اللي أقصد أن أنت تتجهل أصلا الأمر من أوله عشان أنت بتأثر أو بتتأثر أنت هيبقى بالنسبة لك ده وللي تقوله عاجي جدا بس أنت بتتأثر وبتدائي كتير وبتشيل في نفسياتك جدا من الكلام ده ومن الشخصيات دي وللأسف الشديد الشخصيات دي بتكون من القريبين منك وبيبقى صعب أحيانا إن أنت تبعد عن حد قريب منك ولكن حاول إنك تتجهله بينك ما تديش فرصة للحديث مع الشخص ده أو التعامل والكلام مع الشخص ده طيب برج الجدي من أهم الأشياء اللي هتكون واخد بالك كتير منها وهي الأمور الصحية الوضع خاصة أول 19 يوم ليه؟ لأن أول 19 يوم أنت بالنسبة لك هتبقى بتفكر كتير قوي وعندك إرهاق كتير قوي وعايز تبقى الحاجة عندك اللوعد ما هو الضكة دي وأنك تبقى عايز الحاجة على أكمل وجه ده كله بيبقى ضغط نفسي والضغط النفسي ده بيخلي عندك نوع من أنواع عدم الاتزام بيخلي عندك نوع من أنواع الإرهاق الدائم بيخلي عندك أن أنت يبقى نظام أكلك ونظام شربك مش صحي حركة القولون بتاعتك بتكون مش صحيحة لأن النرفزة والناس اللي فهمك كويس قوي في المواضيع اللي ليها علاقة بالنطاق ده يبقى عارفين كويس قوي أن أنت لما تبقى متنرفز أو أنت متعصب أو أنت ضقيق قوي في أمر ما بيبقى عندك كل حاجة بتبقى ماشية بشكل سريع فده بيعمل لك ضغوط صحية فحاولوا كتير أن أنتوا تغضبالكم من صحتكم من نظام أكلكم نظام شربكم مواعيد نومكم مشربوا ميا كتير مشربوا صويل كتير مشربوا عصير فرش كتير لأن أنتوا محتاجين دايماً الحاجة اللي تخليكم فرش اللي تخليكم دايماً على بعي وعلى رؤية حلوة بالحاجة اللي بتحصل حواليكم أنتوا محتاجين ده فحافظوا على صحتكم جداً وأهم حاجة أن أنتوا تلتزموا بي التعامل مع شخصيات اتعاملوا مع الناس الزكية اتعاملوا مع الناس الزكية اتعاملوا مع الناس الوعية اتعاملوا مع الناس اللي عندها خبرة في حاجة معينة اتعاملوا مع الناس اللي بتضحك البشوشة الناس اللي بتحب تهزر أنتوا محتاجين ان نتعامل مع الشخصيات دي جداً جداً طيلة الشهر استغلوا بقى الفترة اللي هي الواقع ما بعد يعني من يوم 11 إبريل لحد نهاية الشهر فيه الإنجازات المهنية والانطلاقات المهنية والتقدم بكافة الشؤون وكل الأجواء المهنية الجيدة وقتكم ده من يوم 11 الصحة الإنجابية بالنسبة لكم لذيذة كتير حلوة جدا جدا من يوم 19 الوقت الخاص بالأمور يعني لو عايزيني بقى فيه وقت خصوبة حلوة يعني بالنسبة كمان لبرج الجازي للوقت المفروض ان انتم تستغلوه بقدر عالي وهو من يوم 14 في القرارات والفكر قبل يوم 14 فخلي بالكم كتير من تفكيركم خلي بالكم كتير من كلامكم خلي بالكم كتير من التصرع في الحديث خلي بالكم كتير من القرارات اللي بتكون ناتجة عن سرعة وناتجة كمان عن عدم أغزل قرارات الآخرين أو رأي الآخرين أو اتخذ خبرة من الآخرين أما من بعد يوم 14 انتم شخصيات عقلانية جدا قادرين على اتباع أساليب جيدة من التعامل عاملتا أنا بتمنى كتير اني أكون فيتكم وبتمنى لكم كل الخير كل السعادة كل الحب ما تنسوش الله عاكم شاركوا في قناة طفعيل الجرس السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر